شادا مورنينغ مع كريم حضري من سبعة هلجة السبع على شادا يفهم سباح الخير يا مغرب ليدي تو آخر الكلام اشتدي أزمة تنفرج قد لا تصح فيما يقع اليوم بين الحكومة وطلبت كليات الطب والصيدلة فهو العكس ما يحدث اليوم انفرجي أزمة تشتدي بالعكس إذا كان رئيس الحكومة والناطق المصمي قد فتح قنوات الحوار مع طلبت كليات الطب والصيدلة الأسبوع الماضي وإذا كانت الجامعات قد أجلت الامتحانات انتظارا لما قد يحدث ويحصل يبدو وزير التعليم العالي عبدالطيف الميراوي مختلفا في رأيه وموقفه يخرج بتصريح للصحافة ويقول أن التأجيل تأجيل الامتحانات ما هو إلا لمنح فرصة للطلب من أجل حسم موقفهم النهائي ويقول بين السطورة أيضا أن لا تراجع من قبله عن ما قرره سابقا هل نحن أمام حكومتين وهل نحن أمام قرار يصنع باتجاهين وهل نحن في معركة يريد طرف أن يكسبها على حساب الآخر ما يجب أن يفهمه وزيرنا في التعليم العالي السيد عبدالطيف الميراوي ومعه باقي الوزراء ورئيس والحكومة ومختلف الفاعلين في شأن العام أننا لسنا في معركة ولا في تطاحن ولا حتى في تدافع بل حتى أن التدافع السياسي المقبول والمفروض والواجب بين الأحزاب السياسية لا يصل إلى درجة تدمير المصلحة العامة وإداء الوطن والإساءة للمواطنين بل هو تدافع إيجابي من أجل الصالح العام ما يفعله الوزير اليوم وما يقود به هذه المعركة من جانبه ضد الطلبة في المغرب طلبت كليات الطب والصيدلة لم يعد مقبولا أبدا ونهائيا وأصبح من الواجب على رئيس الحكومة أن يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية أيضا تجاه هؤلاء الطلبة وتجاه المغاربة لأن هؤلاء الطلبة اليوم هم أطباء الغد ونحن في حاجة لهم نتمنى أن يجدوا الحل وأن نتم تغليب الحكمة في نهاية المطاف ختما هذا كان محضر يحييكم أطيب المنى وإلى المرتقى